وانا ذكر قبل قليل لمعالي الوزير ولمعالي الاخ والصديق اخون عمر عن اهمية الدور الذي يقوم به الفن والثقافة لصالح القضية الفلسطينية واهميته في المعركة الوطنية التي نخوضها مع هذا الاحتلال الاسرائيلي هذا الاحتلال يسعى ليس فقط الى قتل الفلسطيني او الى تهجيره بل الى تمس تاريخه و الى سرقة تراثه ومن اجل ذلك احنا منخوض معه معركة مفتوحة على كل المستويات ليس فقط على الارض عنوانها المقاومة اللي بتشاهدوها وليس فقط معركة صمود عنوانها التحدي والصمود اللي بيكون في اهلنا في القدس والضفة الغربية ضد سياسات القتل والتهجير واجرام وارهاب المستوطنين بل ايضا معركة مهمة على المستوى الثقافي وعلى المستوى الفني وعلى المستوى الادبي وعلى كل المستويات لان هذا الاحتلال يسعى الى سرقة وتزوير وحذف تاريخ الشعب الفلسطيني ليصنع له تاريخا مزيفا ليحاول ان يثبت ان له مكانة في هذه الارض وهذا الحكي عمره ما رح يخصل الشعب الفلسطيني سيبقى شعب اسيل وسيبقى شعب مضحي وسيبقى شعب متمسك بارضه على وطنه مهنة كانت التضحيات اسرائيل تسعى الى تهجير الشعب الفلسطيني هذا لن يحصل طول ما الشعب الفلسطيني صامد على الارض وعنده استعداد ضحي وعنده استعداد انه يدفع ثمن من اجل الحرية والاستقلال وطول ما هذا الدعم اللي منتلقاه من الاشقاء جميع الاشقاء حقيقة ولكن مصر دائما كان لها دور مميز ودور خاص بحكم التاريخ وبحكم الحاضر والمستقبل بحكم الجغرافيا لكل هذه الاسباب كان مصر الها خصوصية خاصة في العلاقة مع القضية الفلسطينية ومش غريب حقيقة هذا الاحتضان للقضية الفلسطينية في المهرجان كما تم احتضان عشرات الآلاف واذا مش اكتر من الجرحى اللي خرجوا من قطاع غزة ومن الطلاب طلاب المدارس وطلاب الجامعات اللي تقطعت فيهم السبل لتحتضنهم المؤسسات الرسمية سواء في المستشفيات او في المدارس او في الجامعات وحقيقة انا صلي يومين حوالي او صلحت ايام في البلد والتقيت مع عدد من هؤلاء الطلبة اللي بشعرونهم في بيوتهم وبشعرونهم في مدارسهم فتحت لهم الابواب للمدارس والجامعات والمستشفيات ليقدم لهم كل ما يقدم للمواطن المصري وبالتالي هذا اكبر مؤشر على عمق هذه العلاقة اكبر مؤشر على ما تقوم به الدولة المصرية والشعب المصري تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بتجدد شكري معالي الوزير اخي وصديقي الدكتور عمر على كل هذه اللفتات الجميلة واللفتات المهمة وانا بحكي لك ان هذه الرسائل مهمة لشعب الفلسطيني شعب الفلسطيني اليوم بحاجة الى كل من يعبر له عن الوقوف الى جانبه شعب الفلسطيني اليوم بتعرض الى حرب ابادي الى حرب تشريد الى حرب تدميرية تشمل كل شيء وبالتالي هذه الرسائل رسائل الدعم رسائل المساندة رسائل المعنوية التي تقوم بها حقيقة رسائل مهمة جدا اولا رسالة مهمة للشعب الفلسطيني انه فيه اشطاء في مصر وفي العالم العربي وفي العالم الاسلامي واحرار العالم بيقفوا الى جانب الشعب الفلسطيني وايضا هي رسالة مهمة لهذا الاحتلال الاسرائيلي ان الشعب الفلسطيني ليس وحيدا في مجابهة الى الدمار والقتل وهذا الارهاب المنظم الذي يمارس بين قوسين باسم انها الديمقراطية او باسم انها الجيش الاكثر اخلاقية في العالم وكلنا شفنا حجم الجرائم والدمار اللي جرى في قطاع غزي شكرا لكم مرة اخرى ونتمنى حقيقة انه نلقي دائما ولكن فيه ظروف افضل وقد زال وقد ضحر هذا الاحتلال عن الشعب الفلسطيني وقد تحردت فلسطين ونالت حريتها واستقلالها واصبحت دولة مستقلة بعاصمتها القدس وشكرا لكم مرة اخرى شكرا لكم